بسم الله الرحمن الرحيم عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتفادياً انتشار الأخبار المغلوطة ارتأت نيابة الجمهورية لدى محكمة بوفاريك إعلام الرأي العام بمعلومات موضوعية عن الوقائع والإجراءات المتخدة في قضية القتل التي راح ضحيتها المرحوم سينيا أول ما أبدأ به مداخلتي هو الترحم على روح الضحية والتقدم لعائلته بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة راجية من الله عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان أما عن وقائع القضية تعود لتاريخ 24-28-2022 في حدود الساعة الخامسة مساء تقدم المدعوان شين ألف وشينيا إلى المحل التجاري الكائن بمدينة الصمعة والمملك للمدعو يامين وقام باستفزازه وابتزازه هذا الأخير قام بطردهما وانتقاما منه قام بتجميع أفراد العصابة الإجرامية والعودة إليه في حدود الساعة العاشرة ليلا حاملين معهم مختلف أنواع الأسلحة البيضاء بنية الاعتداء على الأشخاص والممتلكات حيث قاموا بتحطيم محل الضحية والتسبب في نشوب شجار عنيف أصيب على إثره الضحية المرحوم بطعنة سكين على مستوى البطن كما أصيب شقيقه على مستوى الجبهة وبعد تدخل عناصر الأمن لاذ الفاعلين بالفرار ونقل الضحية المرحوم إلى مستشفى فرنسفانو بالبليدة أين وافته المنية بتاريخ 26 أوت 2022 التحقيقات التي أمرت بها نيابة الجمهورية أصفرت عن توقيف سبعة أشخاص بما فيهم المتهم الرئيسي فيما بقي الشخص واحد في حالة فرار وفي هذا الإطار لا يفوتني أن أنوه بفعالية واحترافية ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين أنيطت لهم مهمة البحث والتحري تحت إشراف السيد النائب العام والذين تمكنوا من إلقاء القبض على الفاعلين في وقت قياسي وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 30 أوت 2022 وبعد تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية تمت متابعتهم بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي عن جنايتين القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجناية المشاركة في مشاجرة بين عصابات الأحياء وقعت أثناءها أعمال عنف أدت إلى وفاة شخص من خارج أعضاء العصابة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد ميتين أربعة وخمسين ميتين وخمسين ميتين وستا وخمسين ميتين و...